الحمد لله روى الإمام البزار رحمه الله وقال هيثم رجال ثقات صححة والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها فما أعظم حق الزوج وننظر إلى الارتباط بين حلاوة الإيمان وبين حق الزوج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأزواج على حقوق الزوجات والزوجات على حقوق الأزواج